مرحبا وكيف الحال؟ سبحان من خلق البكتيريا النافعة وأنزلها وأسكنها داخل الإنسان بعد أن يكون عددها عدد خلايا جسم الإنسان ولكن للأسف 18% فقط من العب والاستبيان ومن الأشخاص اللي بشعروا بالسعادة من خلال إكرامهم لهذا الضيف الخدوم إلهم واللي ما بيستغنوا عنه 82% من العب والاستبيان ومدارق الأشخاص اللي بيعانوا من كل ما مشاكل نقص البكتيريا النافعة من آلام مختلفة في الجسم بسبب ما يلي ف36% من الناس ومن الأشخاص اللي بيعانوا من مشاكل القلون العصبي والانتفاخات المؤلمة والمؤذية بينما 19% آخرين ومن الأشخاص اللي بيعانوا من مشكلة الإمساك المزمن وعندهم دخول الحمام حرفية مزني يدخل خروجه لأنه بكل بساطة إذا أتموا العملية هم يدخلوا في يوم من أيام الأعياد الرسمية عندهم خب 16% آخرين ومن الأشخاص اللي أدى اهتراء الأمعاء بسبب نقص البكتيريا في أجسادهم إلى إصابتهم بارتشاح الأمعاء وما يليها من الهلع والقلق والتوتر والاكتئاب أضف إلى ذلك أن 12% آخرين هم الأشخاص اللي دخلوا عالم السمنة وزيادة الوزن ومقاومة الإنسلين وارتفاع ضغط الدم من أوسع أبوابه بكل بساطة بسبب نقص البكتيريا النافعة في حلقتنا اليوم رح نحكي عن كل ما يتعلق للبكتيريا النافعة هنحكي ما هي البكتيريا النافعة وحنحكي أين توجد هنحكي أنه كيف ما الفرق بين البكتيريا النافعة والدار وكيف إحنا نحافظ على هذه البكتيريا النافعة وينكثرها وكيف نحميها من عنها ما تموت وما هي الفوائد البكتيريا النافعة ومتى لازم ناخدها ونستهلكها هنجاوب ببعض حلقتنا عن بعض الأسئلة المحورية إنه هل استهلاك الكركم أو الثوم أو بعض المضادات الحيوية الطبيعية بهلك جهاز المناع بهلك البكتيريا النافعة وبقتلها أو مات ناخد البكتيريا النافعة وكيف نحصل على أفضل أنواع البكتيريا النافعة اللي بتفيدنا هنحكي بحلقتنا اليوم عن متى ببدأ مفعول البكتيريا النافعة لمناخدها على شكل حبوب ومتى الأوفضل وقت لاستهلاكها وما هي المدة الزمنية أكيد في بداية حلقتنا اليوم اكتب لي هل أنت بتعاني من مشاكل البكتيريا النافعة المختلفة وعندك مشاكل في القولون والغازات والإمساك وكيف حلت هذه المشكلة ولا هي مزمنة وما بتنحل خلاص وهل أنت نولدت طبيعي ولا صناعي وهل أنت رضعت رضاعة طبيعية أم من القنينة خير نشاركونا بالتعليقات لكن في بداية الحلقة أكيد جيب ورقة وقلم وفنجان قهوة خليني نحكي في كل التفاصيل البكتيريا النافعة هي كائن وحيد الخلية بتعيش بمجموعات هي نفسها البكتيريا الموجودة على وجه الأرض لكن البكتيريا النافعة هي البكتيريا اللي ما بتستوطن في جسم الإنسان بتفيده وبتساعده على القيام بوظائفه والاستفادة من رزق الرحمن بكل بساطة إحنا منقدم لها المأوى ومنقدم لها الطعام وهي بالمقابل تستفيد من هذا الطعام حتى تتكاثر وتنتشر في خلال داخل القلون ومأماكن الجسم المحدودة اللي هي موجودة فيها بكل بساطة البكتيريا هذه بتمنع انتشار وتكاثر البكتيريا الضارة وبالتالي بتحمي جهاز المناعة وتحمي لك أمعاءك أضف إلى ذلك بتساعد من خلال مخلفات تناولة للطعام بإنها تصنيع الفيتامينات الضرورية إلك ومساعدتك في هضم المعادن الضرورية لجسمك وجود البكتيريا النافعة بصحة وعافية بساعد الجسم بشكل عام وبموجود البكتيريا النافعة بشكل عام في كل مكان لازم تكون فيه ومش موجودة في الأماكن الجهاز المناعة بمنعها من الوصول إليه بكل بساطة موجودة البكتيريا النافعة في الجهاز الهضمي كامل فهي موجودة في الأمعاء الدقيقة بكمية قليلة ولكن متمركزة في القولون فبكفيك تعرف أنه 70% من البكتيريا اللي في جسمك موجودة في قولونك وضيفتها أنه تبتص الطعام وبالإضافة لحماية هذا الجهاز الهضمي والمساعدة في عملية الإخراج بعد التخلص من الألياف وتخميرها أضف إلى ذلك أن موجودة البكتيريا النافعة في الفم فوظيفة البكتيريا النافعة الموجودة في الفم حماية فمك من التسوس ونمو البكتيريا والفطريات اللي بتسبب الروائح الكريهة بالفم اضف إلى ذلك تساعد على تقليل ضغط الدم البكتيريا النافعة موجودة في عنق الرحم فهي وظيفتها أنها تنقل نفسها إلى داخل أمعاء الجنين عند الولادة الطبيعية وبتمنع المنطقة الرطبة هذه من نمو البكتيريا والفطريات عندما تكون الصحة البكتيريا النافعة لها المنطقة طبيعية الشغلة الأخيرة موجودة أكيد على سطح الجلد ووجودها على الجلد بمنع تشققه وبيحافظ على رطوبته وبمنع نمو البكتيريا الضارة والفطريات على الجلد أما اللي بيسألني كيف أنا ممكن أزيد البكتيريا النافعة وأكثرها وأحافظ على حيويتها وأمنع موتها فبكل بساطة من خلال أني أكل طيف واسع من الطعام الغني بالألياف المفيدة لهذه البكتيريا أكل طعام غني بالخضار مليان بالبقوليات بالإضافة إلى ما تيسر من الفواكه وحتى بعض الستارش سواء ريزستنس أو استارش عادي اللي بيغذي هذه البكتيريا والألياف من خلال الألياف الموجود فيه أضف إلى ذلك أن أطعمي أولادي أو طعم نفسي البكتيريا من خلال مصادرها الطبيعية على وهي المخللات زي الزيتون أو مخل الخيار مخل الجزر مخل منفوف استخدام الألبان الحامضة بشكل عام ممتاز جدا لأنها غنية برضو بالبكتيريا النافعة فمن ضمن تنوع الطيف البكتيري النافع إذا كنت أم فولادتك الطبيعية بتحرص على نقل أهم نوعين من البكتيريا النافعة إلى طفلك وإضافة أن الرضاعة الطبيعية بتنقل ما تيسر وتبقى من خلال ملامسة الطفل مباشرة بجلدك الشغل الثاني الأخير أن تستخدم بعض الممواد المضادة للأكسد الغني بالبوليفونولز اللي بتدعم بقاء البكتيريا النافعة وصحتها زي الشاي الأخضر أو الأحمر زي البصل زي الثوم بالإضافة للبروكلي وأضف إلى ذلك التوت بمشتقاته والفراولة الغنية بالألياف وهذه البوليفونولز الغنية وحتى الكاكاو بالإضافة أنك تحميها مما يقتلها فبكل بساطة ضروري تعرف أن استهلاك حبوب منوع الحمل للسيدات بقتل البكتيريا النافعة بالإضافة أن استهلاك المضادات الحيوية للمناصمة المصابين بالالتهابات بقتل البكتيريا النافعة فعشان هيك ضروري تأخذ بكتيريا نافعة مع استخدام مضادات الحيوية استخدام المحليات الصناعية كذلك بقتل البكتيريا النافعة زي الأسبرتام والسكرولوز وغيرها اللي بتمنع نزول الوزن إذا أنت استخدمتها بكل بساطة بسبب قتل البكتيريا النافعة الأشخاص اللي عندهم اكتئاب وبياخدوا أدوية الاكتئاب فالأدوية الاكتئاب كذلك تقتل البكتيريا النافعة وهذا بزيد الاكتئاب بحد ذاته لمن بستهلك السكريات ونشويات بكميات كبيرة فاستهلاكك لسكريات بكميات كبيرة بغض النظر عن مصدرها بيأدي إلى أطعام البكتيريا الضارة على حساب البكتيريا النافعة أما الأشخاص اللي بيحرصوا على السهر دائما في سهرك المتستمر بضعف نشاط البكتيريا النافعة بيعرضك للإمساك وبيعرضك لزيادة تنوع البكتيريا الضارة في جسمك على حساب النافعة وكذلك التوتر لأنه النوم قلته بسبب التوتر والتوتر الجسدي أو التوتر النفسي بيؤدي لزيادة البكتيريا الضارة على النافعة وبالتالي بيزيد الوزن والاكتئاب واللي بياكل كركم وخايف وبيسألني هل الكركم أو غيره من الزنجبيل أو النعنى أو زيت الزعتر أو الأورغانو أو غيره من التوم والبصن القاتلي بطبيعتها للبكتيريا هل بتقتل البكتيريا النافعة؟ فبقل لك لا هي بتقتل البكتيريا الضارة فقط لأنه جهاز المناعة عندك وجسمك بدعم البكتيريا النافعة هذه بتختلف على المدادات الحيوية التقليدية اللي بتقتل الأخضر واليابس فبكفيك تقров المدادات الحيوية التقليدية الموجهة باتجاه نوع معين أن البكتيريا بتقتل 25% تقريباً من البكتيريا الموجودة عندك في أمعائك سواء كانت نافع منها أو ضار بينما إذا كان دكتورك بيعطيك الطيف الواسع من المدادات الحيوية فهي بتزيد وبتضاعف كمية الخسارة في البكتيريا النافعة ومش بس هيك بتضاعف فرصة إصابتك ببكتيريا مضادة للبكتيريا مضادة الحيوية 25 ضعف الوضع الطبيعي وهنا وصلنا لفوائد البكتيريا النافعة وكيف ممكن تساعدك ومتى ممكن تأخذها حتى تستفيد لتعزيز الفوائد أول فائدة أنه بكل بساطة بتساعد على علاج الإمساك المزمن والإمساك بشكل عام وأعراض القولون العصبي كيف؟ ليش؟ لأنه عملية الهضم بحاجة لبكتيريا نافعة بكميات ضخمة تقدر تتغلب على الألياف اللي أنت بتستهلكها كثير من الناس اللي بيستخدموا حميات الكيتو فجأة بيغيروا كل أنواع الألياف اللي عندهم وبصير الإمساك المزمن الجديد اللي صار عندهم بسبب مشكلة نقص نوعية الألياف اللي بتخدم الألياف الجديدة فرضا فاستهلاكك للبكتيريا النافعة بيعالج دائماً وأبداً مشكلة القولون المرتبطة بنقص البكتيريا النافعة وزيادة الضار منها الفائدة الثانية أن تزوج البكتيريا النافعة بيدعم جهاز المناعة وبيقلل الالتهابات الموجودة في أمعائك وحتى في جسم كامل فإنت بكل بساطة المفروض البكتيريا النافعة عندك تكون نسبتها إلى البكتيريا الضارة تقريباً 85 إلى 60% بكتيريا نافعة أول ما تبقى من 15 إلى 25 إلى 35 بالكتير أو 25 إلى 30 بالكتير بكتيريا ضارة لما أنت بتزيد البكتيريا الضارة على حساب النافعة بتقدر هذه البكتيريا توصل لجدران الأمعاء وبالتالي بتصير تاكل فيه وتقتل هذه الخلايا وتسبب النزف ووقتها بيصير الطعام غير المهضوم يوصل للدم وبيعمل لك ارتشاح في الأمعاء والتهابات لما بتفتعالج هذه الاتهابات ضروري أنك تاخد بكتيريا نافعة والتي بتنتج اللاكتيك أسد بالإضافة للهايدروجين بروكترسايد هدول كلاهما بيقتلوا البكتيريا الضارة بيزيدوا من كمية وسماكة الطبقة المخاطية الموجودة ومحيطة بجدران الأمعاء وبالتالي بيأزلوها على الوسط الموجود بيساعدوا على هدل كميات أكبر من الليكتنز الموجودة وبيقللوا الضرر الممكن يصير من عند استهلاكهم وبالتالي بيساعدوا في تقليل الالتهابات وحتى أمراض المناعة الشغل الثالثة والفائد الثالثة بكل بساطة هي مساعدتك على الدخول في النوم والشعور بالسعادة وقتل الاكتئاب بتكتعرف أن البكتيريا النافعة بتصنع 95 إلى 90% من هرمون السيراتونين هذا هرمون السعادة في جسم الإنسان واللي بيستخدمه الدماغ لإعطائك الشعور بالسعادة لما بتاكل السكر بكل بساطة الأشخاص اللي عندهم نقص في البكتيريا النافعة وزيادة في الضارة هدول الأشخاص بعانوا من الاكتئاب مش بس هيك نقص السيراتونين معناته نقص هرمون النوم الميلاتونين تعرف ان هرمون الميلتونين بتصنع من السيروتونين ولذلك المكتئب اللي عنده امساك اللي عنده مشاكل في البكتيريا النافعة ما بيعرف ينام بعمق فاذا عندك مشكلة بالنوم او نقص في السعادة والاكتئاب خد فيتامين دال بالاضافة للبكتيريا النافعة اما النقطة الرابعة لليوم فهي تحسين عملية الهضم والانتصاص والاستفادة من المغذيات اذا انتهى ذاك الشخص اللي عندك مشكلة دائما في شو ما تغير في اكلك وشو ما تاخد مكملات وتروح على الطباء ويعطوك مغذيات دائما عندك نقص في الحديد نقص في البيتولف نقص في الفيتامين بي ون دائما عندك نقص في المغنيسيوم شد عضلي تساقط شعر ارهاق وتعب خد بكتيريا النافعة البكتيريا النافعة مفيدة مش بس لانها بتاكل الالياف لما بتاكل الالياف وتهضمها وتخمرها بتفككها وبتخلي تطلق صراحة المغنيسيوم والحديد والزنك وبالاضافة للمغنيسيوم الموجودة فيها مش بس هيكي بتصنع فيتامينات بتساعدك في استخدامها الفيتامين بي تولف بتصنعه البكتيريا النافعة بتصنع كمان طيف من اطياف فيتامين بي زي البي ون الثيامين الريبوفلافين بي تو والبي ثري والبي فايف بالاضافة الفوليك أسد اضف الى ذلك انه هاي البكتيريا بتصنع الفيتامين كيفة بتمنع تجلط الدم والنزف عند الناس اللي بالنغرى ما ينغص عندك الفيتامين كيفة بس عندك نازف اكتر اضف الى ذلك بتدعم قوة العظام من خلال مساعدتها في امتصاص الكالسيوم اللي اصلا اطلقت سراحه من الاليان بينما النقطة الخامسة فهي متعلقة في الحساسية والتحسس بتعرف انه استهلاكك البكتيريا النافعة بيقلل حسب بيت الدراسات من تعرضك للحساسية المختلفة بتعرف انه البكتيريا النافعة من منوع بيفيدوبكتيريوم بالاضافة لكتوباسلس مجرد استهلاكها في الدراسات بيؤدي لتقليل كمية البكتيريا الضارة بتوصل لجدان الامعاء من التحسسات الغذائية من اعراض الحساسية المختلفة في الموسمية فاستهلاكة البكتيريا النافعة بيحسن وبيقوي الامعاء وبالتالي بيقفف الضغط على جهاز المناعة اللي ما بيحاجة انه يقاتل في الامعاء فبيأدي لها حساسية بكل عناطق في الجسم النقطة السادسة بحلقتنا اليوم من فوائدها في كل بساطة في عملية بساعة عملية النزول في الوزن وتقليل ضغط الدم بتعرف انه البكتيريا النافعة وجودها بفرز النايتريك اكسايد حتى في الامعاء وبالتالي بينزل ضغط الدم عندك وبن خلال تمسيعة الاوعية الدموية بتعرف انه الهايدروجين احد نتائج التنفس الطبيعي للبكتيريا النافعة والهايدروجين هو اكسغر مضاد اكسادة موجود وبالتالي هذا المضاد اكسادة بيقلل ضغط الدم بيساعدك في تقليل مقاومة الانسولين وكذلك النايتريك اكسايد تعرف أن أنت تستخدم البكتيريا النافعة وتمنع الإمساك والإمساك يثبت الوزن لأنه يحافظ على بقاء السموم ويزيد التوتر عندك في الجسم إذا عندك ارتفاع في ضغط الدم فأخذ البكتيريا النافعة لأن الأطباء الذين يستخدموا المعقمات قتلهم البكتيريا النافعة في أفواهم هو أهم أسباب ارتفاع الضغط عندهم فأكيد أخذوا بكتيريا النافعة أما اللي بسألني كيف أنا ممكن أحصل على البكتيريا النافعة من المكملات بجرعات صحيحة فبكل بساطة بأنك تشتريها من الصيدلية أو أي موقع إلكتروني ببيعها لازم تكون هذه البكتيريا غنية بالطيف يعني فيها عدد أن تنوع بكتيريا عالي جدا ضروري تكون دائما فيها لكتوباسيلس بأنواعه المختلفة بالإضافة يكون فيها اللي هو البافيدوبكتيريا هلأ وجود هدول بساعد على حل مشكلة الإمساك والفوائد اللي سمت ذكرها سابقا بينما إذا كنت بتعاني من جرثومة المعدة فبهمك تاخد لكتوباسيلس جرسينيا اللي هي بطبيعتها بتقتل هاي البكتيريا وبتهاجم البكتيريا اللي بتعمل جرثومة المعدة أو بتعمل قرحة المعدة بعد ما تخلص وتشفى من قرحة المعدة بتوقفها وبتروح بتاخد الطيف البكتيري التهمل عشان تعيد التوازن الطبيعي للبكتيريا في الأمعاء إذا بتعرف إيش النوع اللي تاخدها أو بالأحرى كيف الطريقة اللي تستاخدها منها ففيه مشروب فيه بكون على شكل حبوب أو على شكل بودرة أكيد تخد الكابسولات لأن الكابسولات بتكون بالدوب لما بتوصل للأمعاء وتحديدا الغليظة منها فتحص على وجود البكتيريا النافعة في القولون وخصوصا وقت لإذا أخدتها بطريقة صحيحة ما تاخد البكتيريا النافعة قبل الوجبة خد البكتيريا النافعة قبل الوجبة حتى لما تيجي البكتيريا وتسكن وتستوطن بعدها بشوي نصف ساعة زمن وانت ماكل فالأكل هذا غنيب الألياف بطعمي وبيساعد على تكاثر البكتيريا النافعة إذا انك تعرف قديش الجرعة اللي تاخدها في البكتيريا فبكل بساطة ممكن تاخد من عشرة إلى 25 مليار خلية بكتيرية ما في داعي تروح للأسعار الأغلى وتروح لـ 100 مليار خلية بكتيرية لأنه بدلا ما تاخد 100 مليار بحب واحده يجيب 10 أو 25 واخدها من مرتين إلى 3 مرات في اليوم ويتكون قبل الوجبة هيك تستفيد أكتر من البكتيريا النافعة التي تستهلكها وبنهاية حلقتنا اليوم اكتب لي بالتعليقات هل أنت بتعاني من مشكلة ترجاح الأمعاء أو مشكلة انتفاخ البطن والقنون العصبي والإمساك وهل أنت عم بتحاول تعالج مشكلة ولا مش لا إلى حل هل أنت من الناس الوضع الطبيعي أو صناعي وكان ولادتك طبيعية أو قيصرية كل هذا بيأثر من صغرك إلى يومك الحالي أكيد في نهاية حلقتنا اليوم شفت المعلومات التي بالفيديو مفيدة أكيد ما تبخل على غيرك بالشير فنشر المعلومة الفيت خير وزكاة العلم نشره مثلا ما تبخل على حالك أنك تنضم للقناة وتكبس شرط الجرس حتى تجيك أول بأول إشعارات كل ما يخطر على بالي فكرة مفيدة إلك وما تبخل علينا بأنك تعملنا لايك لأننا بتجيعك من استمر بدعوك دائما وأبدا تنضمنا العالم الرائع بالفيسبوك هذا العالم الرائع اللي بتضم أكثر من 160 ألف شخص بمارس وحمية الكيتو بنظام أكيد كل ما في الحلقة من معلومات ومصادر موجودة بالمقالة مزبتة بالتعليقات وموجودة بصندوق الوصف وكل ما بتقدروا تتابعوني أكيد على الإنستغرام وسنابشات وتويتر وتيك توك وأكيد أكيد إذا بدك معلومات إضافية لكيفية علاج القلون العصبي اللي يعتبر البكتيريا النافعة أحد أهم ركائزه بس مش فقط لازم تكون تطبق البروتوكول الموجود هنا في أحد الحلقة هتستفيد تشوفك على الحلقات القادمة وبأمان الله مع السلامة باي